موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة الخامس الإعداد في الوحدة الثالثة الدرس الأول من صور القرآن الكريم صورة المؤمنون هذه الصورة في الوحدة الثالثة هي للشرح وليس فيها نصيب للحفظ سنتعرف على مفردات بعض هذه الآية الكريمة وعلى الشرح العام أو المعنى العام لهذه الصورة الكريمة نتلو عليك بعضا منها بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل فأنا تسحرون هذه الصورة المباركة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى وبيّن دلائل العظيمة على خلق الإنسان وعلى اختلاف الليل والنهار فسبحان الذي يحيي ويميت نأتي إلى بعض المفردات في الآية الكريمة يجير يحمي من استغاث به همزات وساوشت شيطان المغرية بالمعاصي برزخ حاجز ومانع كالحون مكشرون في عبوسة نأتي إلى المعنى العام لهذه الآية المباركة وفي هذه الآية المباركة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق لكم الأسماع والأبصار ولا فئدة ومع ذلك فقليل منكم الشكور وبيّن أن جميع الناس خلقهم الله سبحانه وتعالى وأنهم راجعون إليه للحساب والجزاء وهو وحده الذي يحيي من العدم ويميت بعد الحياة وله تعاقب الليل والنهار في ذلك وله تعاقب الليل والنهار في ذلك وأن الله هو المحيي المميت سبحانه وتعالى لكن الكافرون ملة واحدة وجوابهم واحد وحتى شبهاتهم واحدة لكن الكفار لم يصدقوا بل رددوا مقولة أسلافهم المنكرين كيف إذا متنا وتحللنا في التراب أن يحيينا الله سبحانه وتعالى قالوا أئذا متنا وتحللت أجسامنا وعظامنا في تراب الأرض نحيا مرة أخرى هذا لا يكون ولا يتصور لقد قيل هذا الكلام لآبائنا من قبل كما تقول له لنا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم نراه حقيقة وما هذا إلا أباطيل الأولين فيتلو الله سبحانه وتعالى بعد هذه الشبهات ويذكر لهم بأن هذه الأرض وما عليها هذه الأرض وما عليها من شجر وثمار وجبال وسهول ووديان كل ما في الأرض من خلق هذه الأشياء من خلق هذه الأرض وما عليها فحتما سيقولون لك يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الله ثم يتلو الله سبحانه وتعالى ويبين لنا في تتبع الآيات العظيمة واحدة تلوة الأخرى فبين أولا خلق الأرض وما عليها من جنات وأنهار وما شاء الله أن يكون فيها فقل لهم لمن هذه ومن خلق هذه سيقولون الله ثم ذكر السبع السماوات السبع ولو سألتهم من ربها سيقولون الله ثم يذكر الله سبحانه وتعالى من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار هو الحامي لكل من استضل في ظله وطبق شرعه ومشى على سير نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قل من مالك كل شيء ومن بيده خزائن كل شيء ومن هو يحمي من استجار به غير الله سبحانه وتعالى سيقولون لله فأنا تسحرون هذا أمر ليس فيه إنكار هذا واضح لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء بالحق المبين بالهداية الواضحة للطريق المستقيم فكيف تنكرون ذلك ولو اتخذ الله سبحانه وتعالى من ولد حاش لله سبحانه وتعالى حاش لله أن يتخذ ولدا أو صاحبة أو أن يكون له شريك في الملك استحالة لأن ذلك يوجب بالعقل أن كل إله سيخلق شيء سيكون هو مسؤول عنه وحتما ستتضارب الآراء ويتضارب المصالح فكيف يكون ذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن له ولد ولم يتخذ صاحبة ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيئا وبيّن الله سبحانه وتعالى بأنه عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فهذه الإدعاءات جميعها إشراك جميعها إشراك بالله سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته فلله صفات وعلم لا يمكن للعقل أن يحيط بكيفيتها أو يدرك ما هي والله سبحانه وتعالى هو وحده العالم بما غاب عن جميع خلقه وهو وحده الذي له العلم المطلق فوقل ربي إما تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين فقل يا أيها الرسول إنك يا ربي قادر على تعذيبهم إنك قادر على تعذيبهم ولكن إن عذبتهم يا ربي لا تجعلني معهم وحاش لله أن يعذب مكانا فيه رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو الأمان في الأرض حين كان حيا ولأصحابهم وهو الأمان من العذاب في ذلك الوقت لأن الله سبحانه وتعالى لن ينزل على مكان فيه رسول الله عذابا أو شدة فإدفع بالتي هي أحسن واصفح عنهم بمكارم أخلاقك العظيمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم ونحن أعلم بما يكون من هؤلاء المشركين من الشرك والتكذيب وسنحاسبهم عليها لا محالة وقل لرب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر وقل أيها النبي يا ربي إني أعتصم بك من أغواء الشياطين المغرية على الباطل والمعاصي وأحتمي بك يا ربي من حضورهم في أي شيء من أموري فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشياطين ومن الوسواس ومن حضور الشياطين في أي شيء من أموره وحري بنا نحن عزيز الطالب وعزيزتي الطالبة أن نستعيد بالله من الشيطان الرجيم في جميع أمورنا حتى إذا جاء أحدهم الموت فقال ربي رجعون هنا سيتضح له حقيقة ما كان مكذبا به لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إذا حضر أحد هؤلاء المشركين والكفار على حد سواء قالوا ربنا ردنا إلى الدنيا كي نعمل صالحا فيما ضيعنا من أعمارنا وما ضيعنا من الطاعات وما قضيناه ونستبدل المعاصي بالطاعات فلا يجيء أجاب إلى ما طلبوا من هذا الطلب وإن الله سبحانه وتعالى قال كلمة الفصل فسبحان الذي هو قوله قول الحق الذي لا مجال في الرجوع من عقاب هؤلاء الكفر والمشركين لأن الله سبحانه وتعالى فقد أمهلهم الصينين الطوال من الحياة فإذا ماتوا كانوا هناك في البرزخ فأكيد ماذا سيكون حال الكفار والمشركين في البرزخ إلا العذاب فسيرى المشركين والكفار مكانهم في جهنم يبقى كل منهم ينظروا إلى هذا المكان وأكيد سيتحقق له من الخوف ومن الرعب ومن التعب النفسي ما يكفي لهم عذاب وهذا الحال سيبقى عليه إلى يوم يبعثون وأروي أن هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين أن رأوا هذا في البرزخ قاموا فقالوا ربنا لا تقم الساعة ربنا لا تقم الساعة ولكن دعاء الكفار في ثبر ومن ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون فإذا كان يوم القيامة ونفخ في الصور النفخة الثانية جمع الله سبحانه وتعالى وأحيى الناس من قبورهم بقدرته وحده القدير فكانوا في الدنيا يتفاخرون بالأنساب ويتعالون في ذلك ففي ذلك اليوم لا يسأل أحد أحدا عن نسبه حتى عن اسمه حتى عن شكله حتى من هو أمامه ومن سوف يغيب عنه من شدة هول ذلك اليوم فهنيئا لمن كانت حسناته كثيرة وتدخل به إلى الجنة وأكيد تعسل لمن كانت له السيئات الكثيرة التي ستدخله النار وسيتعاقب عليها أهم ما ترشدنا إليها الصورة أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بالنعم التي أنعم الله بها علينا ووجوب الإيمان بالبعث والجزاء وثالثا الأمر الذي يقودك إلى الجنة وحدانية الله سبحانه وتعالى فلا شريك له ولا مثيلة له وليس له ولد أو زوجة سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين رابعا استحباب الدعاء والاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم خامسا أن الله تعالى عادل في حكمه سيجازي كل نفس بما كسبت خامسا توجيه من المؤمنين إلى العفو والصفي فما أجملها من صورة وما أعظمها من آيات تحتويها هذه الصورة المباركة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء إن شاء الله تعالى بإذنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة